توصف على زي ما بيقولو كده من واحد من واحد لعشرة توصف الأزمة الحالية على المستوى العربي والدولي تديها كم من عشرة من حيث الخطورة الأزمة الحالية من كم من عشرة الخطورة بمعنى تحولوا للحرب الإقليمية الشاملة احنا تخريبا في حرب الإقليمية الشاملة انا مرضيتش هسبق بالمصادرة على الإجابة لا طبعا الوضع سبعة تمانية من عشرة سبعة تمانية من عشرة الوضع سيء وينبئ بجرائم إسرائيلية متكررة ما بلتحلحش الفكر في ضحايا النهاردة تمس تلاقي في ضحايا تانين بعد ساعتين الأخبار نفسها مش قادرة تلاحق عمليات الضرب والقمع والقتل يعني شيء لا يصدق كلام الوزير الصافة دي اللي حدق حردته ده بيجسد الحقيقة تماما كل اللي في زينهم بعض العبارات الانتقامية والمشاعر العدائية وخطاب الكراهية مترحش فكرة ما بقولش يريد أنا أعيش في سلام في المنطقة وأريد ضمانات دولية من الدول العربية والدول الإسلامية أريد مؤتمرا شاملا أتحدث فيه أنا كإسرائيل أمام من ينصبون العداء لأتصور هناك طرح ومخرج وبريك فروك من اللي أنا فيه ما حدش بهم كده أبدا كل الخرص اتعبنا من خطب نتنياه أنا أدرا سمع حالة كلك حيقوليه في أي موضوع موضوع دايما نيجيتف وكراهية ورفض وتمهيد العدوان وتصوير الموقف على إنه يعني لابد أن ينتهي بمأساة على ما هو عليه مين اللي يقولك فما فيش طرح إسرائيل كان زمان إسرائيل تقولك أنا ليس لديك كاونتر بار لا يوجد شريك لا يوجد شريك كاونتر بار أتكلم معاه الآن بقى أنا بقوله لا يوجد فكر مقابل ما عندكش حاجة خلاص عندي انت مفلس انت كل اللي عندك أنابل بالأطنان تسقطها لخط شخص قضية قضية انتقام مجموعة اغتيالات وخرصانة هذا أمر لا يستقيم ونجتمع الدولة لازم يفقيق له هذا يجب حماية إسرائيل من نفسها إذا كان لها أصدقاء هي تتجه إلى الانتحار الحقيقي التاريخ له شواهد كتير من هذا النوع اللي هو الولوج إلى عالم الدم والاستغراق في القتل والغطرصة والديكتاتورية شفنا ناس كتير بكده حتى في علمنا العربي شفنا على المستوى الدولي شفنا في الحرب العالمية التانية شفنا لا حدش يفكر كده أبدا إحنا في خلال أسبوع كان عندنا تصريحات عربية واضحة بخصوص يعني وزير الخارجية السعودي فصل بن فرحان قال إنه السعودية دلوقتي بتشكل تحالف دولي للضغط لإقامة الدولة الفلسطينية المجموعة العربية والإسلامية شفنا منها وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الأردني التي قالوا إيه لكن الأمور على الأرض أسرع من صحيح من التحركات السياسية صحيح ليه؟ فبتلحقش من بسبب رعونة إسرائيل وتعطشها للدماء وإحساسها بأن مخاطبة الرأي العام الداخلي أو مخاطبة يهود العالم ما تجيش إلى مغموسة بالدم المعربي والإسلامي وضع في منتهى الغرابة ويفتح أكثر من جافة فوقت واحد وأنا أتحدى حد يفهمني إيه اللي في المخ الإسرائيلي فيما بعد عايزي أنا 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 كسبت ضربة كبيرة باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله صفيت كل القيادات الخاصة بأخطر منظمة أنا شايفها بتهددني فأنا مستمر لإنهاء كله خصوم صوت خصومك خصوم فكريين خصوم عقيدة وإيمان خصوم الناس بيبحثوا عن وطنهم السليب وأرضهم المحتلة حل المشكلة دي معاه شوف لك تصور معين يرضي كل الأطراف مش هقولك أنك هتدد كل الفرسطين اللي عايزينه أبقى مخاتل مش دقيق إنما هتددهم معظم كل اللي يريدونه وإنت تاخد برضو معظم اللي تريده لأن الحياة كومبروميز وامراها ما هتدد واحد مية المية لأن معناها التاني هاخد صفر في المية وأي حل غير متوازن لا يستمر حرب العالمية التانية من الألمان الألمان كان انتقام لما جرى لهم في الحرب العالمية الأولى لتصوية اللي ما كانتش عادلة تلك ما حد شيئا ديابة كده فعليك أن تتنبع أن أنت لازم تتكلم وفي ذهنك طريق تفكير الخصم مش بابوري العدو حتى الخصم الطرف الآخر هم لا يدركون ذلك ترجمة نانسي قنقر